هناك حياة أخرى طبعا الحياة هذه حياة الروح والكلام والأكل والشرب والحركة هذه يستوي فيها يعني المسلم والكافر والمهتدي والضال كل الناس لكن في حياة أخرى ذكرها الله بمعنى خاص بها وهي الحياة الطيبة وهي الحياة الطيبة الحياة الطيبة هي حياة الإيمان إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينة حياة الروح هي حياة الإيمان ليش؟ أول شيء لأن الله ذكر ذلك وإذا ذكر الله خلاص ما فيش كلام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى من ذكر أو أنثى فيش تفريق واضح الآية من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فللحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون ما زال هذه الآخرة في حياة الأبد وحياة النعيم هذه حياة أبدية هي حياة الآخرة كما قال سبحانه وتعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون للحياة الكاملة وحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية ويقول الكافر يا ليتني قدمت لحياتي هذه هي الحياة الحقيقية الحياة الكاملة أما الحياة الدنيا حياة مؤقتة محددة لكن فيها نعيم كيف يكون النعيم ليس بكثرة العرض وإن كان كثرة العرض محبود يا الإنسان عنده خير وعنده سيارات وعنده يعني أولاد هذا كل خير وهذه من ضمن اهتمامات الناس يعني طبيعي وليست مذمومة إن الإنسان يهتم بأولاده ويوسع في رزقه ويوسع في بيته ويكرم أولاده ويعطي ويثري نفسه بالحلال طبعا أهم شيء بالحلال لأن الهدف الأسمى في هذه الحياة هو الرضا الله فكل شيء يوصلك إلى مبتغاك لابد يكون الرضا الله بين عينك فإذن حياة الروحية الحياة الطيبة